نرجع تاني للأهلي وسامة أبو علي حتى لو ما سجلشي بس احنا بنحس انه عامل مباراة كويسة الاحساس ده بيجنة ليه معدلات الضغط اللي بيعملها وسامة أبو علي طول الوقت بتحسسك انت عندك فرود متلعبش نقص العيب في حالة توجود اي حد تاني من المهاجمين اللي موجودين سواء بتوظف كمهاجم او هو مكان مهاجم في القيمة المتاحة بالنسبة لمرس الكولر انت طول الوقت عندك حلقة نقصة وحلقة ضعيفة في عملية الضغط انت حولت هذه الحلقة الضعيفة انها بقت الحلقة الاقوى هو اول تعليمة واول حاجة هو الراجل بنازل برمج نفسه عليها لحد ما تبتدي تعمل عملية ملاقي الهجمة بشكل جيد وعملية التدرج بالكرة بشكل جيد ان من اول لحظة في المباراة كريمة اجيب لك لقطة طريفة جدا جدا حاكم صفر ورجع في الصفارة وسام جيري داخل نص ملعب ورح راجع تاني هو متبرمج طول الوقت ان انا رايح اضغط على حامل الكرة ايا نكمل لا هذا من الاول وهو اللقطة 3 ثماني بالضبط هBeck B جوه منطلة جوه mussel ملعب اه هو اول قرار بياخده قبل اللعابه لسا حتى هو طول الوقت يا كريم اه اول قرار بياخده وسام لأنهم اتبرمج على كده علشان كده ضغط النادي الاهلي بيضعف جدا جدا وعملية التدرج بالكورة عند المنافس بتاع النادي الاهلي بتتحسن جدا وبقى فيه عملية راحة للخط الخلفي اللي هي المرحلة الاولى للتدرج بالهجمان في التلت الاول بتاع الفريق المنافس دايما العملية تتحسن في حالة عدم وجود وسام فبقى وجود وسام سواء سجل او مسجلش بكل حال بقى هو النهاردة صنع في الكورة اللي كان فيها اللمسة بتاعت محمود متولي لكن وسجل في مباراة مازمبي لكن سواء سجل او صنع او مسجلش او ما صنعش هو بقى ترس مهم جدا جدا في الكمباكت بتاع تيم النادي الاهلي في عملية الضغط وبدونه وبدونه مش بيتضرر هجوم الاهلي لا بيتضرر سيستم الاهلي وبالتالي الترس المهم في عملية الضغط وعملية غلق زوايا التمرير بيقع في النادي الاهلي فبقى فيه مشكلة في استقبال الاهلي عظيم